أسئلة مادة الانتفاع بالقرآن الكريم تمهيد ألف وباء السؤال الحادي والعشرين من قائل هذه العبارة؟ لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن الكريم قائل هذه العبارة الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورؤيا هذا القول منسوبا إلى ابن عباس رضي الله عنهما السؤال الثاني والعشرين بين أوجه الدلالة بين قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون على تأكيد الله تعالى حفظه للقرآن الكريم هذا لون من ألوان الإعجاز في القرآن وهو حفظ القرآن الكريم من أن تناله أيدي العابثين وهذا يدل على أن المسألة ليست إرادة بشر ولا قدرة مخلوقين ولكنها إرادة الله تعالى التي حافظت القرآن رغم كثرة السيوف والسهام الموجهة إليه من أول يوم أنزل فيه وهناك محاولات لتمس معالمه وتحريف آياته أيضا من الدلالة لا يستطيع أحد أن يغير من إرادة الله إذا أراد أن يفعل شيء أيضا أن هذه عقيدتنا أن كل شيء في الكون تحت هيمنة وسيطرة رب العباد ومن بين ما تعهد به الله هو حفظ القرآن الله تولى بنفسه حفظ القرآن وأنه سبحانه لم يدع ذلك لأحد من البشر كما حدث مع التوراة والإنجيل حين أوكل حفظه إلى الأحبار والرهبان أن القرآن خالد وهو كلمة الله الأخيرة إلى الناس كل وسائل التوكيد على حفظ القرآن في هذه الآية ومنها أنا حرف توكيد نحن توكيد للضمير المتصل أنا الثانية توكيد آخر له توكيد آخر لم لحافظون للتوكيد الجملة الإسمية دليلا على الثبات والاستقرار السؤال الثالث والعشرين اذكروا الأسباب التي هيأها الله تعالى لحفظ القرآن الكريم من أن تناله أيدي العابثين وعد الله بحفظ القرآن وهيأ له من الأسباب ما يحول دون تحريفه أو تبديله القراءة والحفظ في الصدور والكتابة والتوثيق في الصطور ولا تغني وسيلة عن أخرى السؤال الرابع والعشرين أكمل هذه العبارة التي قالها الإمام الشافعي إذا أردت صلاح قلبك أو ابنك أو أخيك إلى آخره إذا أردت صلاح قلبك أو ابنك أو أخيك أو من شئت صلاحه فأودعه في رياض القرآن وبين صحبة القرآن فسيصلحه لله شاء أم أبى بإذن الله تعالى السؤال الخامس والعشرين أكمل هذا الحديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر السؤال السادس والعشرين أذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن أهل القرآن يرتقون إلى أعلى الدرجات في الجنة عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن قرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها السؤال السابع والعشرين أذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن أهل القرآن يشفعون يوم القيامة لغيرهم من المسلمين عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل به السؤال الثامن والعشرين أكمل هذه العبارة حامل القرآن حامل راية الإسلام إلى آخره حامل القرآن حامل راية الإسلام فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن وهي عبارة قالها الفضيل بن عياض رحمه الله السؤال تسع وعشرين من قائل هذه العبارة وما مناسبتها بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي قائل هذه العبارة هو سالم مولى أبي حذيفة وهو ممن أوصى به من نبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم في موقعة اليمامة مناسبة العبارة أنه كان يحمل راية المهاجرين وحين قيل له يا سالم إننا خاف أن نؤتى من قبلك فقال بئس حامل القرآن أنا إذا أوتيتم من قبلي السؤال الثلاثين لا ينبغي تعديها ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل ومن تعداه مشتهدا زل فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه قال الإمام الغزالي تفكر في القرآن والتمس غرائبه لتصادف فيه مجامع علم الأولين والآخرين وجملة أوائله ترجمة نانسي قنقر